نظمت وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة عدن وبشراكة مع منظمة الصحة العالمية دورة تدريبية خاصة بالحماية والاستجابة للاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وخلال افتتاح الدورة قال وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي إن الوزارة تولي اهتماما لحماية المرأة من أي عنف أو انتهاكات قد تتعرض لها مجددا تأكيد الوزارة على دعم وتسهيل كافة التوجهات والمبادرات التي تعمل على رفع أي ظلم تتعرض له النساء هذا البرنامج مهم جدا لأن طريقة الرصد والتوثيق للحالات الانتهاكات للمرأة وحقوق المرأة كانت لا توجد أي إحصائيات والحمد لله اليوم أوقدنا المؤشرات ونحن نطلقها الآن يعني من اليوم إن شاء الله بنطلقها في موقع وزارة الصحة والسكان النسب المتفاوتة والمرتفعة جدا في مجال العنف القايم على النوع الاجتماعي بنسبة 96% يعني مثلا في المناطق الساحلية زي محافظة المهرة المهرة يعني مرتفع جدا نسبة الختان وأيضا حضر موت والحديرة وغيرها من المحافظات وأيضا زواق المبكر وهذا بسبب الحرب والفقر والقهل والفساد المنتشر على مستوى هذه المناطق المحررة